محاد وارتفاق ومع المدرب الجديد يمكن هو ما اشتغلش في أوروبا خالي اشتغل ده بس في أمريكا الجنوبية وأول تجربة ليه بره أمريكا الجنوبية أعتقد ومدربين أمريكا الجنوبية بالذاتة وجود عندهم هوس بالكرة الهجومية ويعني عن تجربة يمكن أنا عن تجربة قريبة جدا نفس الكلام الكرة الهجومية عندهم رقم واحد وما بيهتموش دائما بالجود الدفاعي أو الدفاعية والضغط العكسي والكلام ده كله الحالة اللي حاولين الاتحاد اللي خلقها والأمار طبعا بالكلام ده لازم يكون ينتهي تماما جوه قط اللبس بتاعتنادي الاتحاد وده ده دور اللعبة الكبيرة بداية دايما مدربين جدا ده وجود دايما العامل الكبير اللي انت عندك لعبة كبيرة تقدر تحتوي اللعبة الموجودة وتقدر تحتوي طريقة اللعبة لانك قلبها تغيير من نونو سنتو طريقة لعبة مختلفة تماما كلها فيها شغل ادفاعي أكتر تحولات هجومية والاستحواز يتحسن وكل حاجة لكن سيستم اللعبة بتاع نونو سنتو مختلف تماما عن مدرب الاتحاد الجديد ومدرب الاتحاد الجديد عاوز بلعبة كرة هجومية مفتوحة عنده كوالي في يقدر يعمل كده لكن الحتة اللي لازم عنده يعني ركز فيها جدا هي الحتة الدفاعية هيشتغل ازاي لو فتحت الملعب مع لعبة الاتحاد هتقابل مشاكل دفاعية لانك عندك بطء دايما في المنطقة اللي وراه هتقابل مشاكل الاتفاق عنده فرصة بوجود المطش ده بالنسبة لي ستة بونت لان الاتفاق لو قدر يكسب الاتحاد يقدر يعبد الاتحاد كمان في الترتيب بتاعه فمبارة صعبة على الفريقين فريق اتفاق فريق محترم عامل فرقة كويسة مع جيراد ونتاج مش احسن حاجة اخر فترة زي ما قلنا ان غياب دينبل يعمل مشاكل كبيرة في فرقة الاتفاق بتوصل وبتشتغل عاجلون كويس لكن عندهمش الفينيشر او اللي يخلص الفرص دي ناحية الاتحاد بخيادة كمان بنزيمة واللعابة الكبيرة اعتقد هيبقى ليهم دور كبير جدا في مورات بكرة لان المدير فني مش يقدر يحط بصماته في خمس ست ايام لو جينا نتكلم في الكرة لا هيبقى دينا صعبة جدا لكن ميز للعابة الكبيرة وجود ان هو يقدر يتقبل الجزء التكتيكي بسرعة يعني التغييرات هو اللعابة الكبيرة تكتيكيا لعابة فهم هي بتعملي في الملعب فمش هتاخد وقت كبير لكن هياخد وقت لكن هياخد وقت قدية معتقاش ان هياخد وقت كبير مع كمان ان كان جوا قط اللبس تغيير نولو سانتو كان عامل مشاكل في قط اللبس فالتغيير هيعتقد هيجي بحتة ايجابية لان الاتحاد داخل على يعني بتول كاسة عامل الاندية في وسط اللغط اللي حواليه فلازم يبقى فيه تركيس كبير جدا في النتائج قبل كاسة عامل الاندية لان خلي بالك الشهر دوت مطحنة يعني فيه مطحنة بالنسبة في الدور السعودي بالنسبة للمباراة الفرق الكبيرة هيبقى فيه كل 4 ايام مباراة فالنتائج مهمة جدا لكن اعتقد المباراة تبقى صعبة على الفريقين بكرة